تعذيب وضغط جسدي ونفسي تمارسه السلطات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال منشأة الاعتقالي سادي تيمان في النقب التي يحتجز فيها معتقلون من قطاع غزة منذ بداية الحرب دهمتها الشرطة العسكرية الإسرائيلية وأوقفت تسعة من جنود الاحتلال للتحقيق معهم بتهمة تعذيب معتقالين فلسطينيين والاعتداء عليهم جنسيا وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مواجهات اندلعت بين جنود الاحتلال وبين محقق الشرطة الإسرائيلية بعد وصولهم إلى السجن الذي قالت تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إنه يشهد عمليات تعذيب واسعة ضد المعتقالين الفلسطينيين من قطاع غزة وردا على إيقاف الجنود اختهم عشرات المتظاهرين يقودهم عضو الكنسة تسفيس كوت من حزب القوة اليهودية معتقل سادي تيمان احتجاجا على توقيف الجنود والتحقيق معهم بينما أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير مع أعضاء كنسة وعناصر من أحزاب اليمين المتطرف دعمهم للجنود كما ندد وزير المالية الإسرائيلي بسليل سموتريتش باعتقال الجنود التسعة وطالب وزير جيش الاحتلال بإيقاف ما وصفها بالمهزلة هذا وتنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في التماس قدمته مؤسسات حقوقية إسرائيلية لإغلاق سجن سادي تيمان سيء السمعة حيث يتعرض المعتقلون من غزة لكافة أشكال التعذيب والإهمال الطبي ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة حولت قوات الاحتلال قاعدة سادي تيمان إلى سجن لاعتقال المواطنين من القطاع في ظروف غير إنسانية حيث يبقون مكبل الأيدي والأرجل ومعصوب الأعين طوال الوقت ويتعرضون لتعذيب وحشي